اهلا بيكو فيديو جديد والتوقعات العاطفية لمواليد برج الجد. هنقول توقعات عاطفية بشكل عام بكل فئات البرج. آآ آآ اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين والمتزوجين كل حاجة. لكن العازبين بعد ما نخلص قراءة هنقول كمان لوحدهم آآ هم ممكن ايه كون نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله. هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي. آآ طاقتك انا شايفات متألم جدا. يعني طاقتك فيها قلم فيها فيها. آآ بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا. آآ شايفة آآ للبعض في علاقة سلسية. ممكن تكون بسبب اهل او بسبب آآ طرف عاطفي. آآ لكن انا شايفة طاقتك فيه قلم يا برج الجدي. آآ فيه آآ فيه صبر كبير قوي عندك. وفيه انتظار. عندك طاقة انتظار. وفيه شخص انت عينك عليه او بتبص عليه لحد وقت. وبترقبه ومستني تعرف عنه اخبار. او ممكن كمان اقول انت في نظرتك ليه انت صعبان عليك منه جدا. آآ للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية. للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده. آآ اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها. يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما. فانت في عندك نظرة لوم عتيب للشخص ده انت ليه ردتها لي كده او ليت عملت معي كده او انا عملت معك ايه. يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية. آآ برج الجد. ده في الطاقة بتاعتك. الكراءة طبعا لو ما انتبكتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة ستين في المية فتبقى الكراءة مش ليك. ممكن تسمعني في فيديو تاني او آآ تسمع اي فيديو اللي برج الجدي في اي قناة آآ في اي قناة تانية يعني. آآ بالنسبة لطاقة الطرف التاني. انا شايفة الطرف التاني بصف عليك جدا برقبة. آآ شايفة فيه طرف تالت فعلا بالبعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام ممكن قط. آآ بس شايفة ام بشكل اكبر. آآ شايفة رفض كبير قوي من الام. آآ لكن الطرف التاني آآ حذر وقلقان وخايف وبص عليك وآآ عايز يارف انت حصل اي معيك او بتعمل ايه آآ بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة آآ الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك وما بين الطرف التالت وما بين انعزيله. آآ لانك الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده آآ في تكير في طريقة لان انتو آآ تبقوا موجودين مع بعض او انك ترجعوا البعض او ان لو في طرف تلك آآ تحاولوا آآ تتخلصوا من آآ آآ من افكاره او من آآ او من يعني قراراته اللي مسيطرة على العلاقة. آآ لكن هنعرف برضو لو في طرف عاطفي موجود او آآ او ما فيش. آآ بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفة مجاشة. يعني شايفك حد آآ قوي حد عندك ابداعيك كتير حد شكلك كويس حد بتهتمل بنفسك. لو انتو كنتوا متزوجين فالشخص دوت مسلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتو مهتم بيه مهتم بيك مهتم بأسرة آآ عندك آآ يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعض المجاشة في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو بسي قد حاجة غالية عليه آآ آآ يعني مش مرتاح ابدا في آآ في بعضكو عن بعض آآ للبعض ممكن يكون هو مش يوثيبك او انت اللي يوثيبته. يعني في حد ادى ظاهره للعلاقة او كده يوثيب لكن انا شايفة في تفكيره آآ يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم آآ بشكل كبير قوي وشايفة ان هو آآ في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون آآ بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكو اللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعامل فيها سحر آآ سحر تفريق لان غير كده انا عندي مع انا شايف دول الاتنين دول جنب بعض كده آآ ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتوا كنتم متزوجين آآ ده هيكون البعض طبع مش كلكم كل حد حاجز بطاقته وحاجز بنفسه هو في الحاجة دي او لأ آآ شايفة في بعض بسبب الطاقة تلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بعين كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان ليك بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عارفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلين جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفتك فشخص ده حالين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ رحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي يعني الطاق الساحل مرحاش بقراطه يعني آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب له آآ ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة آآ شخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك آآ في بينكو تواصل روحي آآ في آآ في مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه شخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير وشايف كمان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت ابعادت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق آآ شايفك بعادت يعني ما بقيتش موجود في حياته هقول لكم الابراج والطاقات اللي موجودة في سرعة قبل من سا شايفة معك برج السور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج السور اسد قوس آآ جوزاء آآ دم آآ سراطان عزراء حمل آآ برج الجاذي زيك برضو آآ آآ دي الابراج اللي موجودة وبرج الحوت دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة لكن هنا بقى هقول لك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني طيب آآ في مشاعره زي ما قلت هروج من طاقة تلبية آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عند الشخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا آآ في عنده حزن بسبب رحيل آآ مش عارسة ليه حس يا برج الجاذي انك انت اللي سبته ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيت والشخص ده حزين جدا آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده وعنده حيرة كبيرة اوي بين امرين ممكن بينك وبين اهله او بينك وبين اي ان كان الطرف التالت او بين ان هو يرجع او لأ آآ شايفة في اشتياء وحنين ليك بشكل كبير اوي آآ شايفة في آآ لو انتو بينكم اطفال شخص ده ممكن يكون مفتقد اطفال ولو انت لمعاك الاطفال في اشتياء كبير ليك كمان وفي تفكير في الذكريات بشكل كبير وفي الشخص بيقعد يدعي ربنا كتير اوي انكم تتقابلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير اوي وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكم لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمغي بيها او في حاجة موقفة آآ في الوقت الحي آآ ده من ناحية آآ مشاعره آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة انا شايفة الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير تهدت او انهارت بينكم آآ في آآ في كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله آآ او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبوضت كل حاجة وديت ظهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لقيا كانت الشكل الوضع اللي بينكم دهت ظهرك ليه وبعدت آآ ممكن يكون شايفة كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدية المعبد على اللي فيه او حاجة كده آآ شايفة كمان آآ في نوايا الشخص ده عايز يتكلم معيك عايز ييجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح شخص ده بيشوفك توقم روح ليه آآ بيشوف ان هو ما اقدرش يستغنى عنك آآ بيشوف انك انت شخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل طريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني آآ كمان شايفة في نوايا الشخص ده يعني آآ فيه حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ فيه آآ فيه فعلا عندكو طاقة سلبية آآ يعني كارت الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية فيه عنده طاقة سلبية ولو هو سيبك وراح لطرف ثالث فهو معي آآ مربوط بآآ بطاقة آآ سلبية آآ هتلاقوا على القناة والفيديو بتاع آآ الفك التاقة السلبية او التخلص منها او السح موجود ممكن تسمعوها يفيدكو كتير آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي ممكن تكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالت ده آآ كان مين هو آآ شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس بان هو فقد حاجات غالية عليه شايفة فيه عنده الاحتاس ده بشكل كبير قوي ومفتقدة جدا آآ وشايفة مقيد برضو يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكي معيك وعاوز يقوله لك لكن الشخص ده مربوط ومش قادر آآ يعني هو مش قادر حاليا ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة والشخص ده في عنده آآ في جوة مشاعر كويسة ليك لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مسلا او كده آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه يعني تعبه بشكل كبير آآ ده بالنسبة لنواياه آآ بالنسبة لخطوته القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر آآ او انتو من بلاد مختلفة او ايا كان لكن المهم انكم انتو فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير او ممكن يكون له بعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة ممكن هو يفكر في سفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء حد من الاهل او او زوجة فيه رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتتعامل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجزي فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج ممكن يكون في حياته آآ زوجة تانية فعلا والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة اوي ده ده سيناريو ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي آآ بسبب آآ رفض الاهل ده آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير آآ شايفة آآ شخص ده محتار لكن متمسك بيك ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتو بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فسوري يعني لو انتو بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني آآ فشايفة الشخص ده نستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة يعني فيه بشرة هتجيلكو ان شاء الله فيه حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجزي فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض آآ شخص مسلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة ده للبعض منكو طبعا آآ وانت بتعمل بلوكة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خساسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني آآ فانت شايفك عامل بلوك للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده ودوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من تلاتين آآ ده السن بتاعه آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده قدري حاجة في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وعايز يقدم لك فرصة آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بك او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين فيه كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين بس الشخص ده شوية عنده حيرة بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش هو سمعه او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك انت محتاج تحب نفسك اكتر محتاج تتميز نفسك او تكرم نفسك او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل آآ محتاج انك توازن كمان يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي ممكن تكون بتدي اكتر ممكن تكون بتاخد اكتر آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها وتميزها او تدللها آآ بحيث انك تلاقي اللي يعمل معك كده لكن ما تستنيش ده يحصل من برا الاول آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هضرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك حاجات كتير اوي تكون عملتها وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد لا اعمل كده لنفسك الاول وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك دي انا شايفها بشكل كبير ولا بعضكو في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العاطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجن بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكو كنت مقيد في علاقة ثلاثية برج الجزي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحمن ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك ازمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك ازمة كبيرة قوي آآ آآ شايفة فيه عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت انت كمان من يا برج الجزي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وصحتك وانا بتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزتك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما اتعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واثق في نفسك وانك هيجي لك احسن وانك هيجي لك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي فيه عندك فرصة عظيمة فيه عندك تواصل روحي مع شخص وفيه عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجزي عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغلوا عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك والقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد آآ يا برج الجادي آآ شايفك لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قعدة اتواد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي ودي تخصوكو كلكو طبعا وفي عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية آآ بعضكو طبعا اللي مستني حمد او انجافي حمد وفيه انجافي سعادة الطفل سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلي يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب آآ شايفك عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية برج الجادي بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة سلبية حاول تخرج نفسك لو انت في رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فانت انتك بتاخدها من نفسك مش من الاخرين. آآ فخلي ده شوية ما يهمكش وكتسب الطاقة ايجابية كبيرة وترض الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سايق على فكرة. في ماضي سايق انت كنت مقيد فيه آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل ان شاء الله ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبالكو آآ والقراءة انتهت. ما تنسوش اللايك.